اشتركوا في القناة 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 معدى مين؟ معدى اللي هي المناعة البيو كيميائية جميع ما يلي يؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية للفرد معدى معدى مين يا ترى؟ أول حاجة اختلاف تتابع النيوكلوتيدات من جيل آخر هيؤدي الاختلاف ولا لا؟ طبعا هيؤدي الاختلاف وجود مئات من الجينات على كرموسوم الواحد بردك يؤدي الاختلاف لكل جين شفرة لبروتين معين بردك يؤدي الاختلاف الجين مسؤول عن ظهور جميع الصفات الوراثية بقول لي خلي بالي جميع هل الكلام دي صح؟ لا طبعا احنا عارفين طبعا أن الجين مسؤول عن ظهور الصفقية وراثية واحدة فقط في جين للطول في جين للون العين في جين Software اللي هي نوع الشعر فإذن هنا الجين بيكون مسؤول عن مين عن ظهور صفقية وراثية واحدة وبالتالي دي هي الغلط أي الأشكال البيانية التالية يمثل شدة أعراض مرض الملاريا خلال أيام الإصابة في الإنسانية طرح أنه شكل في الدولات نحن عارفين طبعا بالنسبة لما هو مرض الملاريا بتبدأ تتحرر الميروزيتات بأعداد كبيرة جدا كل يومين نتيجة طبعا تفاتت مين كريات الدم الحمراء المصابة بتبدأ يطلع منها بعض المواد السمة وبالتالي هنا بيبدأ يظهر على المريض أعراض مين أعراض المرض زي ارتفاع درجة الحرارة والرعشة والغزير يبقى عندي هنا الأعراض بتظهر كل يومين زي ما احنا شايفين كده الزمن هنا بالأيام قدامه هنا طبعا عندي هنا الأعراض هنا ما تبقاش أعراض سابتة بمعنى أنها تظهر بعد يومين وتبدأ تختفي وتبدأ تظهر تاني مين اللي بيمثل الكلام ده قدامه طبعا لو شكل مين رقم مين الرقم ده زي ما احنا شايفين هنا الأعراض بتبقى عالية جدا وبعدين تبدأ تختفي وبعدين تظهر مرة تانية وهكذا كل يومين أي الوسائل التالية تقوم بقتل الكائن الممرض نفسها أول حاجة عندنا اللي هي الحساسات المفرطة عارفين طبعا اللي هي الحساسات المفرطة النبات بيقوم فيها بالتخلص من اللي هي الكائنات اللي هي الممرضة عن طريق النبيئة اللي هي الأنسجة مين اللي هي المصابة عشان يمنع اللي هو انتشار مين اللي هو الكائن مين الممرض خلي بالنا هنا هو بيستعرنا على مين عاوز قتل اللي كان مين الممرض نفسه خلي بالي وبالتالي دي ما تنفعش معنا رقم بي اللي هي تيلوزات التيلوزات احنا عارفين طبعا دي عبارة ايه عبارة عن المواد زي ايه بيتيجي طبعا وبتنشأ مين اللي هي تمدو ده اللي هي الخلايا ايه البرانشمية اللي هي جنب مين جنب اللي هي قصيبات الخشب طب مهمتها ايه تيلوزات بتوعيك وبتمنع حرجة مين الكائنات الممرضة ما بتموتش مين اللي هي كائنات مين الممرضة وبالتالي كمان ما تنفعش معنا قال جلوكو زي دات طبعا دي هي الاجابة الصحة عندنا ليه احنا عارفين طبعا دي عبارة مركبات كميائية سامة المهمة بتاعتها الاساسية انها بتقتل مين بتقتل اللي هي كائنات مين الممرضة او تصبت نموها وبالتالي دي الاجابة الصحة رقم ده اللي هي انزيمات نازع السومية بردك دي هي غلط ليه علشان دي هي تعبارة عن انزيمات بتطلح وبتنتجها مين اللي هي النباتات في بعض الاحيان علشان تتفاعل مع مين مع السموم تتفاعل مع مين مع السموم مش مع الكائنات الممرضة تمام اللي بتفرزها اللي هي كائنات الممرضة وبالتالي هنا بتبدأ طبط المين مفعولة وبالتالي الاجابة الصحة رقم مين رقم جي في احدى التجارب المعملية تم وضع خلية بكتيرية في وسط غزائي يحتوي على سيمين مشعة وطركت تتقاصر لمرة واحدة فان دلوقتي قال لي ايه عندي خلية بكتيرية هنفطر دي خلية البكتيرية بتحتوي على شريطي اللي هو يديه ان ايه تمام البكتيريا دي بتتقاصر عن طريق مين اللي هي الانشطار اللي هو الانقسام السنائي طيب هي محطوطة في وسط ايه بيحتوي على مين على سيمين مشعة وسبناها تتقاصر مرة ايه واحدة يعني هنا لما يحصل عملية تقاصر هيحصل هنا عملية تضاعف اللي هو الدين ايه شريطي اللي هو الدين ايه ده الشريط الاولاني وده التاني تمام واحنا حطنا في مين حطناها في اللي هي ايه قلنا سيمين مشعة وبالتالي هنا يكون هنا قصاد الشريط ده شريط مشعة وهنا شريط مين شريط بيحتوي على السيمين مين المشعة يبه ده سيمين مشعة ده سيمين مين مشعة وده الشريط العادي وده الشريط العادي اصبح عندي هنا من كون عندي هنا خاليط بين اللي هو الدين اللي هو العادي شريط العادي واللي هو شريط الاخر بيحتوي على مين على سيمين مين مشعة نشوف كده اللي يمشي معنا رقم ألف خلية واحدة من الخليتين البنويتين طبعا دي اللي اسمها الخلية بنوية تحتوي على الدين به سيمين مشاع هل واحد بس اللي طالع بها سيمين مشاع لا احنا قلنا ده فيه سيمين مشاع وده سيمين مشاع وبالتالي دي غلط رقم به دين في الخليتين البنويتين به سيمين مشاع فقط دين في الخليتين اللي هي البنويتين بيحتوي على سيمين مشاع إيه فقط هل الكلام ده صح؟ برضا غلط بقول لي هنا دي نافي الخليتين البنوياتين به سيمين مشاع فقط لا هو مش سيمين مشاع فقط هو أن خليط بينهم هما الاثنين رقم جيم دي نافي الخليتين البنوياتين به مزيج أيوة هي ديتها هما الاثنين هو خليط أو مزيج من السيمين المشاع والغير مين المشاع التالي دي الجابة الصحي اللي هي عندنا رقم دال لا تستطيع الخليتين البكتيرية لانقصام لغياب الادنين المشاع لا طبعا هيحصل عملية انقصام عادة خالص ويطلع لخليط منين من اللي هو السيمين المشاع والغير مين مشاع وبالتالي اللي جاب رقم مين رقم جي اي مما يلي لا يصاحب حقن شخص بهرمون الادرينالين اول حاجة عندنا بقول لي هنا زيادة انتاج الاتبي كلام ده صح والغلط احنا دلوقتي عاوزين حاجة ايه لا يتصاحبه اول حاجة بقول لي زيادة انتاج اللي هو الاتبي طبعا الكلام ده صح ليه علشان بيتم طبعا اللي هي اقساد مين اللي هو الكولوكوز علشان بيتم تحويل اللي هو الجليكوجين الى الكولوكوز وبالتالي بيزاد معنا مين اللي هو الاتبي فاذا ديها بالنسبة لنا صح احنا مندور على حاجة غلط تمام رقم بيه تعطيل بلمارة الجليكوجين بلمارة يعني ايه اصلا البلمارة معناها ان الجزئات الصغيرة اللي هي الموني ماريان يعني يحولها الجزئات الكبيرة اللي هي البوليمر طيب وهنا بقول لي ايه تعطيل بلمارة الجليكوجين مفعلا الكلام ده مظبوط لان عندنا بيحصل العكس بيبدأ يتحول اللي هو الجليكوجين الى ايه الى كولوكوز يعني بيحصل عاملة تحلل او تحليل يبقى بيحصل عاملة تحلل لمين للجليكوجين وبتحول الى ايه الى كولوكوز وبالتالي هنا بيحصل تعطيل لمين للبلمارة يبأز ان دي كمان صح رقم جيم زيادة الحفظ العصبي العضلي برضك الكلام ده مضبوط ليه؟ علشان عندنا بيبدأ يحصل اللي هي زيادة في اللي هي سرعة وانقبض اللي هي عضلات القلب بيرتافع ضغط الدم تمام؟ وبالتالي هنا العضلات بتحصل على اللي هي الطاقة اللي هي لازمها علشان تنظر إيطة انقبض والكلام ده طبعا بيصحبه مين؟ استهلاك مين؟ كمية كبيرة من غاز الاكسوجين دي برضك كمان صح نيجي الرقم ده تصبيت انزيمات أكسادة طبعا الكلام ده هي دية التي لا تصاحب مين اللي هو الهيرمون ده تصبيت هل بيحصل عملية تصبيت لأنزيمات أكسادة كلوكوز؟ طبعا لا ده اللي بيحصل العكس بيحصل عملية تنشيط اللي هي أنزيمات مين؟ أكسادة مين؟ الكولوكوز علشان الجسم هنا يقدر ياخد كفايته منين مين اللي هو كلوكوز ويقدر يحصل على الطاقة اللي هي لازمها وبالتالي اللي جابة اللي هي رقم مين؟ رقم دال جميع الكائنات التالية تكون جدار سميك حول أحد أطوار دورة حياتها معادة معادة مين يا ترى أول حاجة عندنا الخميرة طبعا دي الإجابة الخميرة طبعا احنا عارفين طبعا بتتقاصر عن طريق طبرهم وهنا ما بيكونش جدار حوالين نفسها إنما اللي سبيره غيره طبعا اللي سبيره غيره طبعا زبيره غيره زي ما احنا عارفين بيكون حوالين نفسها اللي هو سايكوسبور أو اللي هي اللاقاحة الجرسومية وطبعا دي بتحوط نفسها بجدار سميك عشان تحميها من ايه من الظروف اللي هي ايه اللي هي الغير ملأمة طب نيجي للأميبة والبراميسيوم هما الاتنين زي بعض هما الاتنين بيكونهم جدار سميك حوالين نفسهم اللي هو بسميه جدار قيتين أو بسمحه وصالة علشان يحمي نفسهم من ايه من الظروف ايه غير الملأمة الوحيدة اللي ما بيكونش اللي هو من فطر ايه الخميرة أي الأغزاء بالشكلة بيانة مقابل يوضح الانقباض العضلي الطبيعي نبص كده على قدامنا دي عبارة ايه قوة انقباض العضلة عندنا هنا المؤسر طب عندنا المنطقة اللي هي ايه هل هنا حصل فهي انقباض طبعا لسه ليه لان هنا لسه المؤسر ايه لم يصل تمام يعني دي اتقابل دوس مين اللي هو ايه المؤسر وبالتالي هنا بالنسبة لنا دي اتنلغيها طب نيجي الرقم بي الرقم بي عندنا زي ما احنا شايفين كده دي عبارة حصل هنا عملية انقباض تمام وبعد كده بدأ يحصل عملية مين انبساط طبيعي خالص في ايه إذا دي اتقابة صح يبقى عندنا لها منطقة مين اللي هي المنطقة بي يبقى عندنا منطقة بي دي صح بالنسبة لنا نشوف لب告诉نا نيجي بعد كده المنطقة دي كده بدأ يحصل ليها مجموعة من اللي هي الانقباضات اللي هي متتالية تمام وبالتالي دي بيسمح لجهاد مين الجهادة عضلة اللي هي في المنطقة بي يبقى عند هنا المنطقة دي طاولت معي العضل هي عملية اجهاد نتيجة ترقم مين حمد اللاكتيك اللي هو بيسبب التعب مين اللي هو العضلي وبالتالي هنا اللي هو بينقبض بصورة طبيعية منطقة مين اللي هي منطقة بي يبقى اللي جاب عندنا اللي هي منطقة بي فقط اى مما يلي يمثل طريقة تساعد في القضاء على الفيروسات حيث يرتبط الجسم المضاد بمولد الضد مولد الضد اللي هو الانتجينات للفيروس ويوقف نشاطه الأساسي يطار التعادل طب أول حاجة اللي هي التعادل التعادل زي ما احنا عارفين طبعا دي الإجابة الصح اللي هي التعادل دي عبارة عن اللي هي ارتباط اللي هي الأجسام المضادة بالأغلفة الخارجية المين للفيروس تمام وبيبدأ يمنحها من الالتصاق بأغشية مين اللي هي إيه الخلايا وفي نفس الوقت كمان بيمنع اللي هو الحمد النول اللي هو بتاع الفيروس من الخروج منين من الخلايا مين المصابة يبقى كده ده اللي هو بدأ يوقف النشاط الأساسي بتاع مين بتاع الفيروس طب نيجي الرقم به اللي هو إبطال مفعول السموم طبعا دي معناها ايه معناها اللي هي ارتباط اللي هي الأجسام اللي هي المضادة بي اللي هي السموم وبالتالي هنا بتبدأ تكون مركب المركب ده من اللي هو عبارة عن حاجتين اللي هو الجسم المضاد مع مين مع اللي هي المادة السمة ديت المركبات دي بتعمل ايه بتنشط اللي هي المتممات علشان تتفاعل مع مين مع السموم عشان ايه تبطل ايه مفعولة نيجي الرقم جيم اللي هي الترسيب الترسيب معناه ان الجسم المضاد هيرتبط مع الانتجينات وبيبدأ يكون مركب المركب ده بيكون غير دايب على شكل راصب يعني فعشان كده بسماء عملية مين اللي هي ايه الترسيب بيجي بعد كده لايه الخلال بلعمية بتبدأ ايه تبطلع ايه المكونة ديت رقم ده التحلل طبعا دي معناه لايه ارتباط او اتحاد اللي هو الجسم المضاد مع مين مع الانتجينات ويبدأ ينشط لايه المتممات المتممات دي بتبدأ التحلل اللي هي اغلفة مين اللي هي الانتجينات وبالتالي هنا بتيجي الخلال بلعمية ايه تتعامل ايه معه يبقى الوحيد هنا اللي يتعامل هنا مع اللي هو الوقف نشاط الفيروس الأساسي اللي هو مين اللي هي عملية اللي هي التعدل الجدر المقابل يوضح نسب القواعد النتروجينية في عينتين من الأحماض النووية واحد واثنين فعين نسبة القواعد النتروجينية سين وصاد على الترتيب كامية ترى عندنا عينتين عينة رقم واحد العينة رقم اثنين ومدين هنا القواعد النتروجينية اللي دينين جوانين سيمين سيتوزين طبعا عندي ده ما تقول بالنسبة لنا تمام طيب ده اللي هو مين اللي هو السيتوزين السيتوزين بيسوي نسبة مين بيسوي نسبة الجوانين الجوانين عندنا كام 15% يبازا ده بكم ب15% بس انا لازم اتأكد من حاجة لازم اتأكد ان مجموع الاربعة دولت يديني 100% 35 و35 عدى 70 15 و15 و30 مع السبعين يديني 100% فإذا ده ما فيش مشكلة فيها تبني رقم اثنين انا عندي هنا المجبول بالنسبة لمين اللي هو اليدينين اللي هو الصادة تمام طيب احنا عارفين اليدينين بيسوي مين بيسوي اللي هو السيمين السيمين عندي بكم ب15% طب هل ده ب15% نشوف كده لو افترضنا ده ب15 وده ب15 اصبحوا كام 30 وده 40 و40 80 يبقى كده 110 يبقى زي ما ينفحش معايا ما لانا نعمل ايه لازم زي ما احنا اتفقنا يكون الاربعة دولت مجموحهم كام يكون مجموحهم 100 طب دلوقتي 40 و40 80 و15 يبقى كام 95 يبقى عند الصاد بخمسة في المية يبقى عندها على الترتيب كده اللي هو العينة اللي هي سيم بكم بخمستاشر وعند صاد بكم بخمسة 15 و5 يبقى اللي جابة رقم مين رقم جين سيم بخمستاشر وصاد بكم بخمسة زي ما احنا عملنا لازم يكون مجموح الاربعة كام يكون مجموحهم 100 اذا تواصلت الابحاثة العلمية لمادتين سين وصاد المادة سين بتمنع افراز هرموني الـ FSH بتمنعه عند ارتباطها بغشاء الخلايا المفرزة له بالغدة النخامية يبقى مهمة سين بتمنع مين افراز الـ FSH بينما المادة صاد بتمنع افراز اللي هو الـ LH عند ارتباطها بغشاء الخلايا المفرزة له في الغدة النخامية بونان على ما درست ايهما يمكن استخدامه كوسيلة منع حمل يستعملها مين الزوج الرجل تمام بيكلمني على مين بيكلمني على اللي هو الرجل رقم آلف بيقول لي سين فقط ولا صاد فقط ولا سين وصاد ولا لا يصلح اي من سين وصاد مديلا طبعا اللي جابة عندنا اللي هي سين فقط اللي هو مين اللي هي المادة التي تمنع افراز هرمون الـ FSH طب ليه ودلوقتي بيكلمني على مين على وسيلة منع حمل بالنسبة للرجل طب الـ FSH بالنسبة للرجل بيعمل ايه ده بيساعد على تكوين الانيبات المنوية وبيكون الحيونات المنوية في الخصيطين وبالتالي هنا لما بوقف اللي هو الـ FSH منعت مين الحيونات المنوية اصبح الفرض ده عقيم طيب ليه ما اخترتش الصاب كمان معايا اللي هو الـ LH الـ LH بيعمل ايه اصلا الـ LH بالنسبة للرجل بيعمل ايه الـ LH زي ما احنا عارفين ده ده اللي هو المسؤول عن تكوين ويفرز الخلايا البينية في الخصيطين خلايا بينية والخلايا البينية بتعمل ايه بتفرز هرمون مين التستسترون طب هرمون التستسترون بيعمل ايه ده مسؤول عن اللي هي صفات الزكورة في الرجل يعني ملاش علاقة بالعكمة هنا تمام وبالتالي هنا انا مش عاوز اقصر على مين على صفات الزكورة انا كل اللي يهمني هنا بالنسبة للسؤال ان انا خلي الشخص اضعه قيم ما يخلفش وبالتالي هنا اللي هيمنع الحيونات المنوية اللي هو المين اللي هو الـ fsh عشان كده اخترنا مين رقم الف هاي العبارات التالية صحيحة حول انزيمات اللعاب المناعية انزيمات اللعاب المناعية انزيمات اللعاب هاي عبارة عن سائل السائل ده بيحتوي على بعض اللي هي مواد القاتلة للميكروبات وكمان في بعض الانزيمات اللي هي مذيبة اللي هي المواد الضر او الميكروبات الانزيمات مثل الانزيم اللايزوزيم اللايزوزيم في انزيم تاني اللي هو اللاكتوفيرين دي بعض الانزيمات اللي هي موجودة في اللعاب طيب نشوف كده اللي هي الاختائرات اللي هي عندنا رقم الف بولي تنشط المتممات ملاش علاقة هل الانزيمات هتخش تحلل اسمها انزيمات موذيبة بيتدوب الجدر بتاعت مين اللي هي الخلايا مين البكتيرية رقم ده يتم اطلاقه بواسطة الخلايا الصارية طبعا هنا مفيش هنا اللي هي خلايا مولدة ليه اللي هي الالتهاب لا طبعا وبالتالي اللي جابه رقم مين رقم جي الهرمونات البشرية المنتجة المنتجة بواسطة الهندسة الورصية الهرمونات بشرية طلعناها عن طريق اللي هي الهندسة الورصية زي الهرمونات اللي هو انسولين احنا عارفين طبعا الانسولين ده عن طريقه هي بنزرع اللي هو الجين الخاص به اللي هو الانسلين جوه بلازميد داخل مين الخلية إيه البكتيرية وطبعا اللي هو الهيرمون ده بيكون زي مين بالظبط زي اللي هو الهيرمون إيه البشري نشوف الاختراك كده بقول لي بيكون اللي هي الهيرمونات ديت بيكون ضعيفة الجودة لتكونها بالبكتيريا Her tale this one is wrong هي زي بالظبط مين زي الهيرمونات البشرية رقم به عالية الجودة لكونها مطابقة للهرمون البشري الطبيعي ولاها نفس المفعول رقم جيم مفعولها ضعيف أمام الهرمونات المركبة كاميائية لا هو نفس المفعول الطبيعي رقم دي متطابقة مع الهرمونات المستخلصة من الماشية لا إحنا عرفنا قبل كده الهرمونات المستخلصة من الماشية كان لبعض الأشخاص بيحصل عندهم اللي هي بعض اللي هي الحساسية وممكن يكون عندهم أقسام مضادة تبدأ تكون الهرمونات ديت على اساس ان هي جسم غريب انما ديت متطبقة تمام مع الهرمونات اللي هو بيفرزها مين اللي هو ايه الجسم ايه البشري وبالتالي اللي جابه رقم بها تقوم الخلايا تي اتش اللي احنا عرفين طبعا اللي هي تي اتش بتنشط اللي هي الخلايا الباقية دبعا دي اللي جابه عندناها تنشيط الخلايا الباقية علشان تكون مين اللي هي الابسام مين المضادة يبا ازا اول واحدة دي صح رقم بيبا يبا 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 هي العبارات التالية الصحيحة بما يناسب الشكل البيانة المقابل إيه اللي قدام ده دي درجة الحرارة من 30 إلى 38 وهنا عدد الحيوانات المنوية طيب نشوف كده اللي قدامنا بقول رقم ألف وجود الخصيطين في كس الصفن يزيد من تكوين الحيوانات المنوية هل الكلام ده صح أو غلط طبعا صح وزي الفل طبعا كس الصفن زي ما احنا عارفين بيقلل درجة اللي هي حرارة اللي هي الحيوانات المنوية عن درجة حرارة الجسم وبالتالي هنا بيزداد معنا مين معدل اللي هي انتاج مين الحيوانات مين المنوية فهنا أقصى انتاج هنا اللي هي حوالي كام 34 درجة احنا عارفين طبعا درجة الإنسان حوالي 37 إيه درجة مقوية وبالتالي ده هي تعبارة صحيح نشوف الرقم به كده يزداد عدد الحيوانات المنوية دائما بانخفاض درجة الحرارة عن درجة حرارة الجسم خلي بالي هنا بقول إيه دائما طب لما جابص هنا كده هي هنا الدرجة كام الحيوانات المنوية اللي حصل له زاد والقل دهنة وليل وبالتالي الكلام ده بالنسبة لنا غلط مش دائما دائما يقل بالخفاض درجة الحرارة لحد مدى معين إنما لو قل عن كده لأ هيقل المين حيوانات المنوية مش هزوده رقم جيم يقل إفراز الهرمونات الجنسية بيزياد الدرجة الحرارة أنا مالي دلوقتي من الهرمونات الجنسية أنا بيتكلم دلوقتي على عدد هو مدين هنا أي المنحنة القدامي اللي بيبين الشكل القدامي ده بيبين لأعداد ما بيبين ليش هرمونات زيادة درجة حرارة الجسم تقلل من الصفات الزكريا الزاق السنوية برضا بيكلمنا على صفات يعني على هرمونات برضا ما أقدرش أعرف من هي من خلال مين المنحنة وبالتالي اللي جابة زي ما احنا قلنا مين رقم ألف عند غياب البروتينات التركيبية غيابها خلي بالي مش موجودة غير الهستونية من الصبغي فإنهم طيب البروتينات اللي هي التركيبية اللي هي الغير الهستونية كانت بتعمل إيه ده كان بيتم فيها طبعا دي قد لها دور أساسي إنها بتنظم الشكل الفرغي بتاع مين بتاع اللي هي الصبغيات اللي هي كروموسومات احنا عارفين طبعا اللي هي الأشرطة اللي هي النيوكلوسومات بتبدأ تلتف بشدة على هيئة حلقات والحلقات دي بتبدأ نوع عن طريق مين اللي هي البروتينات مين اللي هي الغير الهستونية الغير الهستونية أو بسمات تركيبية وطبعا دي بيتقويل ل dedicاء اللي mين حت اسمها إيه اللي هو الكروماتين الملتف المكسف أصلي الكروماتين مينánd Apple يبعا عند هنا تاني اللي هي النيوكلوسومات بتبدأ تلتف بشدة على هيئة مين حلقات حلقة كبيرة الحلقة دي تنهؤ عن طريق مين اللي هي البروتينات اللي هي الغير الهستونية ويسميها مين كروماتين مين اللي هو ايه المكسف طيب نشوف الاختيارات كده رقم ألف عندنا بيقول لي يتغير تركيب دين ايه هل التركيب يتغير؟ لا طبعا هو نفس التركيب بس هو الشكل ولا يتغير كلام ده غلط رقم بيه يتغير شكل الكروموسوم داخل الخلية طبعا دي الإجابة صحة الشكل ولا يتغير ليه؟ احنا لسه قائلين ان اللي هي البروتينات ديت اللي هي الغريل الهسطينية الدور الاساسي بتاعها بتدي الشكل الفراغي بتاع مين بتاع اللي هو كروموسوم وبالتالي دي إجابة صحة رقم جيم لا يمكن تحديد المحفز على الدين ايه؟ ماروش علاقة تتشابه المادة الوراثية فيه اوليات وحقيقات النواة طبعا مفيش تشابه ولا حاجة احنا عارفين طبعا فيه فرق بيندي وبندي اللي هي اوليات اللي هي النواة مفيش اللي هو الغشاء النواة انما حقيقات النواة فيه اللي هو غشاء مين النواة وبالتالي اللي جاب رقم مين رقم بيه يختلف الشكلان المقابلان فيه طبعا عندي هنا عدد العظام اللي هي قدامي العظام اللي هي كفة اليد اه ازا ما احنا عارفين هنا بيكون هنا فيه تمانية وبعد كده طبعا مترتبة فيه صفين اربعة بعدين اربعة وبعد كده عندنا اللي هي خمسة وبعد كده السلميات كام اللي هي اربعة عشر اصبح مجموحهم كام اللي هو سبعة وعشرين طب نيجي هنا عندي هنا اللي هي بيكون اللي هي سبعة فيه واحدة اقل من ديت وعندنا هنا اللي هي خمسة وعندنا بعد كده اللي هي السلميات اللي هي بيكون كام اربعة عشر لما نيجي نجموحهم ويطلع كي ستة وشرين اقل منها بيه بعضمة طيب هنا بيقول لي هنا الاختلاف في ايه يا طرى النوع الهيكل لا طبعا هم اللي هيكل طرفي رقم بيه عدد العظام اه اه والاختلاف في العدد احنا هندي سبعة وعشرين عظمة دي ايه ستة وعشرين عظمة وجود خمس امشاط رفيع لا ما هنا فيه خمسة وهنا فيه خمسة وجود اربعتاشر سلمية لا ما هنا فيه اربعتاشر سلمية وهنا فيه كام اربعتاشر سلمية وبالتالي اللي ده برقم مين رقم بيه يتوقف نجاح عملية اخصاب البويضة في قناة فالوب على كل مما يأتي معادة معادة حاجة واحدة بس اول حاجة عدد الحيوانات المنوية ما العدد حاجة اساسية احنا عارفين طبعا ان كل مرة التزاوج بيطلع من الرجل حوالي من 300 الى 500 مليون حيوان مانوي ولو العدد قال عن 50 مليون هيصبح فرض عقيم وبالتالي العدد ده صح احنا ما ندور على الحاجة غلط رقم بيه نشاط الحيوانات المنوية نشاط الحيوانات المنوية بردك اعبارة صحيحة طبعا كل ما يكون الحيوانات المنوية نشطة والليه المتكنديريا فيها نشطة هتقدن مين الى زيادة اللي هي الطاقة وبالتالي هنا هيحصل عملية الاخصاب سريعة رقم جيم انزيمات الحيوانات المنوية بردك لا اهمية الانزيمات زي ما احنا عارفين اللي هو الهالو يورونيز اللي هو بيفرز من اللي هي مقدمة اللي هو الجسم القمي فيه اللي هو رأس الحيوانات المنوي طبعا ده بيعمل على ازابة اللي هو جزء منين من غلاف ايه البويضة وبالتالي بيسهل على الحيوانات المنوية يختارك مين اللي هو بيسهل على احد الحيوانات المنوية يختارك مين غلاف مين البويضة نجي الرقم دل نوع الحيوانات المنوية طبعا ديتها هي مع عدد ديت ليه؟ وهنا يعني نوع الحيوانات المنوية احنا عرفين أن الحيوانات المنوية حجم الاثنين يعمت 22 زائد X يعمت 22 زائد Y هنا مش هافري معنا سواء ده او ده اللي هو يجيب أنس أو يجيب زكر في الحالتين مش هافري معنا هنا النوع بتاعه وبالتالي الوحيد هنا لم يشأ أصر اللي هو مين نوع الحيوانات مين المنوية وبالتالي اللي يجابه رقم دل في الشكل البياني مقابل تم حقن شخص متطوع بنوعين مختلفين من الانتجينات وتم قياس تركيز الأجسام المضادة في دمه على فترات زمنية منتظمة استنتج من الشكل أي الاختيارات في الجدول التالي يوضح ما تم حقنه عند كل من سين وصاد سين وصاد إيه اللي تم حقنه هنا وإيه اللي تم حقنه هنا إيه اللي قدامنا ده زي ما احنا شايفين كده هنا ده الزمن بالأيام وعنده هنا ده تركيز الأجسام المضادة طبعا ده تمنع أولية بيكون بطيئة ثم بعد كده اللي هي مناعة سنوية بيكون سريعة وهم الاثنين لنفس اللي هو الانتجين يبقى هم الاثنين لنفس الانتجين اللي اتحقن به يبقى عنده هنا وهنا اتحقن بإيه فيه نوعين من الانتجينات X و Y يبقى عنده النقطة اللي هي سين ده تم حقنه شخص مين بيه اللي هو الـ X وعنده النقطة صاد برضك تم حقنه مين بإيه بالـ X قرفنا منين؟ هنا عدد أو تركيز اللي هي الأجسام المضادة وليل ده مناعة أولية مناعة أولية وهنا تركيز الأجسام المضادة عند النقطة X زيادة كتير يبقى هنا مناعة سنوية وهي أم الاثنين لنفس مين اللي هو الانتجين اللي هو X هنا و X هنا طب نيجي هنا عند نقطة صاد بعدها كده بيومين ولا حاجة بدأ يكون هنا مناعة أولية تانيها مناعة أولية هل في هنا مناعة سنوية قدامي؟ لأ وبالتالي ده انتجين جديد طب الانتجين الجديد ده اسمه إيه؟ ده اسمه Y اسمه إيه Y يبقى عند النقطة صاد تم حقن الشخص ده بانتجين تاني كمان اللي هو الـ Y نشوف كده الاختيارات بقول لي عند سين احنا اتفعنا عند سين مين؟ X يبقى عند النقطة صاد تم حقن شخص مين بـ X يبقى ده معايا Y ده غلط Y ده غلط X ده معايا يبقى عند كده ألف معايا وده معايا طب نيجي عند صاد احنا هنا عند نقطة صاد تم حقنه بحقتين الـ X و الـ Y الـ X عمل مناعة سنوية والـ Y عمل مناعة أولية ده مناعة أولية لمين للـ Y هنا بقول لي Y يبقى إذن ده كمان غلط يتفضل مين؟ الدال يبقى الإجابة عند رقم دال سين اللي هو انتجين X وساد اللي هو الانتجين X ومين؟ وY يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم دال تحدث حالة البول السكري الكاذب بسبب طفرة تحدث في جين مستقبلات هيرمون الـ EDH أي مما يلي يمثل الوصف الأفضل لتأثير هذه الطفرة طيب هو الـ EDH اصلاً ده بيعمل ايه؟ الـ EDH زي ما احنا عارفين ده بيقل الكمية البول عن طريق اعادة مين؟ اللي هو الامتصاص الاختياري للمية من اللي هي أنبوب النفرن في الكليتين وبيرفع ضغط الدم طيب دلوقتي هيقل حصل مين؟ حصل طفرة طيب ده احنا هلنا بيقل المين؟ كمية المية يعني بيعمل عملية اعادة ايه؟ امتصاص يعني البول بينزل مركز طيب دلوقتي لما يحصل طفرة ويحصل مشكلة هنا فيه هيحصل العكس البول اللي هينزل هينزل ايه؟ مخفف يبقى البول هيخرج من الشخص ده ايه؟ هيكون بول مين؟ مخفف نشوف كده الاختيارات رقم ألف خروق كمية كبيرة من البول المركز لا طبعا المركز لما ده يشتغل هنا طبعا هنا وكمان هنا بيقول لكمية كبيرة طبعا ده مش هتطلع لكمية كبيرة طبعا ده بيطلع كميات قليلة عشان هنا بيعد امتصاص المية وبيكون البول مركز وبالتالي دي غلط رقم بيه؟ خروق كمية قليلة من البول المركز الكلام ده لو ما كانش فيه طفرة وبالتالي دي كمان غلط رقم جيم خروق كمية كبيرة من البول المخفف رقم اللي هي جيم لأن المية احنا قلنا خرجت تمام وفي نفس الوقت المية بتطلع كتير وبالتالي هنا البول هيكون ايه مخفف خروق مية قليلة من البول المخفف لا هي كميات ايه كبيرة عشان حصل ايه تفرفين في الجين المسؤول عن مستقبلات مين اللي هو الـ EDH والإجابة رقم مين رقم جيم معدل حدوث تفراب بالفيروس الموجود بالشكل المقابل بالنسبة للبكتيريوفاج أعلى أقل متساوي لا يمكن التنبؤ به وإيه اللي قدام ده ده بكتيريوفاج فيروس وده بره انتجينات وده RNA ودي كابسولة بروتونية بروتونية تمام RNA يعني معنى كده ان المادة الورصية عبارة عن شريط مفرد وطالما شريط مفرد لو حصل اي مشكلة في اي قاعدة نيتروجينية لا يمكن ايه اصلحها وبالتالي يكون التفراب معدل بتاعها عالي جدا وبالتالي اللي جاب عندنا مين اللي هي أعلى حاجة اللي هي رقم ألف أقصى عدد من الانوية الامبوبية في حبوب اللقاح الناتجة بعد انباية موتق زهرة يحتوي كل كيس منه على 12 خلية جرسومية أمية يسوي كام؟ كيس من الانوية الامبوبية طيب ناخد حتى حتى كده وقال لي دلوقتي عندنا ايه؟ حبوب اللقاح احنا عارفين طبعا اللي هو الموتق الموتق عندنا قال لي الكيس عندنا فيه كام؟ قال لي الكيس فيه 12 خلية جرسومية أمية يبقى عندنا اللي هو الكيس الواحد بيحتوي على كام؟ على 12 خلية جرسومية دي المعلومة اللي هو ايه؟ قال لي عليها طب احنا عارفين ان الموتق بيحتوي على 4 أكيس يبقى الموتق زه ما احنا عارفين فيه كام كيس فيه 4 اكيس والكيس فيه كام؟ فيه 12 خلية جرسومية يبقى نضرب 4 في كام في 12 يبقى 4 في 12 هيطلع لكام؟ 48 خلية جرسومية أمية اللي هي اتنين نون حلوة الخلية جرسومية الأمية الواحدة زه ما احنا عارفين بتبدأ تديني 4 جرسوم صغيرة بيحصلها انقسام ميوزي يبقى عندي هنا كل خلية جرسومية أمية اللي هي اتنين نون تمام؟ اللي يحصل لها هتحصل لها انقسام ميوزي وتدينينا 4 جرسوم صغيرة اللي هي قدر صميك وهنا اللي يهمنا هنا اللي هي النواة فيه نواتين نواة أمبوبية دي أمبوبية وفيه نواة تانية اللي هي نواة مين اللي هي المولدة تمام؟ وإحنا عندنا كام؟ عندنا 4 وكان عندي الإجمال كله كام؟ يبقى دلوقتي اضرب 4 في كام؟ في 48 الاربعة في 8 ب32 اتنينهم معنا 3 اربعة فاربعة بستة شهر وثلاثة يبقى تسعة يبقى مية تنين وتسعين طيب أنا عندي هنا كل حب يتلقى خلي بالنا بتحتوي على نواة أمبوبية وعلى نواة مين؟ نواة مولدة معنا كده نحن عندنا دلوقتي مية تنين وتسعين نواة مولدة ومية تنين وتسعين نواة مين؟ أمبوبية نواة أمبوبية سألنا على مين في السؤال عوز مين؟ عدد الأنواة مين؟ الأمبوبية يبقى عددها كام؟ مية تنين وتسعين طيب لو كان بيسأل على هي مولدة قلت قلت له مية تنين وتسعين طيب لو سألنا على الاتنين المولدة والأمبوبية قلت جمعتهم على بعض قلت قلت مية تنين وتسعين زائد 192 يبقى عندي هنا بالنسبة للسؤال اللي هو قدامنا كده أولو اللي جابة كام 192 اللي هي نوية إيه اللي هي أمبوبية عشان هو عوز مين اللي هو الأمبوبية يبقى اللي جابة عندنا رقم جيم 192 يتم رفض الأعضاء المزروعة من قبل جسم المريض المتلقي نتيجة نشاط واحد زرع عضو زي الكبد مثلا أو كيلية هنا ممكن جسم يرفضه نتيجة مين طبعا نتيجة اللي هي النشاط اللي هي مين اللي هي تي سي اللي هي الخلايا هي القاتلة يا طرح طبعا الخلايا اللي هي تي سي زي ما احنا عارفين ديها عبارة عمنا اللي هي الخلاوية يبقى إزا عندنا الإجابة اللي هي مين رقم مين رقم جيم اللي هي مناعة إيه استجابة إيه خلاوية نتيجة الرقم 60 في المخطط التالي العمليات سين صادعين على الترتيب طب نبص كده على الشكل عند هنا ده كام ده عبارة كام 2 نون أصبح نون وده اسمها سين لما يكون اتنين نون نزل النون يعني هنا نص المادة الورصية يعني حصل عملية اختزال يعني انقسام ميوزي يبقى ده عبارة عن انقسام مين ميوزي طب بعد كده النون تنينون نون يطار كده نشوف الاختيارة كده اللي عندنا بقى نمشي معنا طب احنا تفاني دولة سين ايه انقسام مين ميوزي يبقى إزا كده ألف معايا وعندي رقم مين جيم معايا رقم بكده اللي غناها ورقم ده اللي غناها يطار اللي قدام ده زراءة انسجة وده توالد بكري طبعا لا اكد انتهلت ده بناخد رقم جيم تفضلين رقم جيم عندنا ده عندنا توالد بكري توالد بكري تمام وده عندنا انقسام ميتوزي يمشي ولا لا ايوه يمشي ازا الفل ده توالد بكري زي اللي هو نحل العسل وهنا حصل مين انقسام مين ميتوزي عشان ينوه يكون فرد جديد يبدأ انقسام ميتوزي يبقى عند النون اللي هو ادى المين الى توالد بكري والتوالد البكري رح حصله انقسام مين ميتوزي عشان يكون مين فرد ايه فرد جديد يبقى اللي جابه رقم مين رقم جيم ياربكم فهمنا ما تنسونا جب صلاح دعواكم إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادمة كان معكم أستر طارق وسلام عليكم ورحمة وبركاته